شدينا بمناسبة احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومية أيضاً كاميرا أونلايف شاركت المحافظة بالاحتفال بعيدها القومي نرصد هذه الاحتفالات في التقرير التالي نتابع بدأت كحضيقة نباتية في عصر الخديو إسماعيل حتى فتتحت حضيقة الحيوان بالجيزة التي تبلغ مساحتها 80 فداناً في عام 1891 تعد أول وأعرق حضائق الحيوانات في إفريقيا وكانت تسمى جوهرة التاج لحضائق الحيوان فهي صرح تاريخي عريق ولا تزال تحتوي على الكثير من أنواع الحيوانات والطيور التي أوشكت على الإنقراض واليوم فتحت حضيقة الحيوان أبوابها مجاناً للزوار بمناسبة العيد القومي لمحافظة الجيزة النهاردة الجنين بتحتفل بمناسبة عيد الجيزة القومي والمناسبة الثانية هي عيد الحديقة نفسه فجمعنا الاتنين في اليوم دوت وخلناها النهاردة الحديقة مجانة لاستبال أكبر عدد من الناس اللي عايزة تحتفل معنا دلوقتي الحمد لله وفرنا مجموعات كسورية كتير بالنسبة للحيوانات منها حيوانات ندرة وفي حيوانات انقرضت بالفعل من الطبيعة اللازلت تتقصد داخل الحديقة بالإضافة أننا برضو نهدف لراحة الجماهير فبدأنا نطور المرافق ووسائل الراحة أكتر بالنسبة للجيزة احتفالاً بالعيد القومي لمحافظة الجيزة وافق الدكتور عبد المنعم البنة وزير الزراعة على فتح أبواب حديقة الحيوان بالمجان للجمهور الذي جاء من مختلف المحافظات لتمتعي بجمالها جاء من سويس النارد عشان لإحتفال بالعيد القومي بتعي حديقة الحيوان وقلنا نجي نتفسح ونجي نقضي يوم جميل هنا في مصر وفي الحديقة الشغال في الحديقة من أكتر من 30 سنة فيها زي ما نجت الناس بتخاف على المكان أو في نظافة المكان بتحافظ على المكان وما بلقش أي حد يرمي أي حاجة في الأرض الوقت ممكن في بعض الزوار عشان ما نظرمش الناس كلها وتبقى ماشية مثلا ممكن أن يكون أي حاجة وما في الأرض قرابة الستة ألاف حيوان من نحو 175 نوعا مختلفا داخل أسوار حديقة الحيوان التي تعد أحد أهم المعالم التاريخية والثقافية بمحافظة الجيزة ترجمة نانسي قنقر